يسأل عن النخلة يقول كيف نشأته وكيف سميت نخلة وشيء من هذا القبيل أبو علي بارك الله فيك بالنسبة لي النخلة خلقها الله عز وجل فالله جل وعلا خالقه كل شيء خلق السماوات خلق الأراضين خلق الملائكة خلق الجن خلق الإنس خلق التربة خلق الجبال خلق الأشجار خلق البحار خلق الله خالق كل شيء ولذلك كل ما سوى الله مخلوق شفت العرش الذي يستوي عليها الرب جل وعلا استوى أن يليق بجلاله وعظمته مخلوق الكرسي مخلوق جبريل مخلوق فلذلك النخلة مخلوق لماذا يا أبو علي خصصت النخلة ليش ما سألت عن السدرة شجر السدر مثلا لماذا ما سألت عن شجر الرمان والتفاح والليمون لماذا ما سألت عن أشجار العظيمة هذه كل هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بالنسبة للنخلة النخلة سبحان الله العظيم يعني تختلف عن بقية الأشجار من حيث فوائدها الكثيرة وعوائدها الأثيرة على الناس ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا المسلم بهذه النخلة ضرب مثل قال إن شجرة إن شجرة مثل المسلم يعني شبهها بالمسلم شبه النخلة بالمسلم قال إن شجرة مثل المسلم لا يسقط ورقها يقول ابن عمر والحديث في الصحيحين فخاض الناس في شجر البوادي يعني هذا يقول الطلح وهذا يقول مثلا السدرة وهذا يقول مثلا الشجرة الغاف مثلا أو شيء ما كله يقول يقول ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة سبحان الله فاستحييت لأن يعني الشيخ الصحابة وكبار الصحابة فلما خرج تم سكت الناس قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة إنها النخلة ولذلك بعض العلماء من شراح الحديث لما جاء يعد يعد فوائد النخلة عد ما يصل أو يزيد على أربعين فائدة قالوا هذه فوائد النخلة سبحان الله العظيم ومعلوم النخلة ما فيها من الفوائد وما فيها من الخير فلذلك قضية لماذا سميت نخلة هذه نرجع إلى المعاجم اللغوية ونشوف جذرها ونشوف كذا لذلك أخي الفاضل النخلة هذه من عجائب خلق الله عز وجل ولهذا ما تخرجه من من التمر آية من آية الله سبحانه وتعالى والنخيل لا شك جاء ذكره في القرآن كثيرا بل البساتين هذه ما تتزين إلا بالنخل والعنب سبحان الله العظيم النخل والعنب لاحظ الآن الآيات القرآنية يأتي فيها ذكر مثل قصة صاحب الجنتين اللي في سورة الكهف حففناهما بنخل بنخل وذكر النخل وأيضا يأتي ذكر العنب مع النخل في سياقات كثيرة هذا اللي يحضرني بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر